شديدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلحة الأرصاد الجوية ترتقي بليوم الغد بحول الله أجواء متقلبة تكون مستقرة خلال صبيحة سرحة ما تلتحق صحب خلال الظاهرة على كل المناطق الشمالية إذن احتمال لأمطار محلية نحو سواحل الأمطار الرعدية ستكون أكثر نحو المناطق الداخلية والمرتفعات تكون على شكل زخط رعدية بالنسبة للهضاب الوسطى والغربية أما جنوبا أجواء مستقرة من الصحراء الوسطى نحو الجنوب الشرقي لغاية أقصى الجنوب بينما تكون الأجواء رعدية بالجنوب الغربي لغاية شمالي الصحراء ستتشكل بعض الصحب الرعدية حيث من المحتمل أن تكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية خاصة بمنطقة الصورة الحرارة خلال ليلة اليوم ستتروح ما بين 11 إلى 13 درجة بالمناطق الداخلية وما بين 18 إلى 20 درجة بسواحل 19 درجة منتظرة ببشار وجانات 16 فقط ببسكرالواد ورقل حسيم سعود 25 درجة بأضرار بتندوف وحتى بإنجزام بينما ستصل إلى 27 درجة بإنسالح وبرج مجي مختار خلال ظاهرة الغد الحرارة القصوة تتروح ما بين 30 إلى 33 درجة نحو السواحل تنخفض بالمناطق الداخلية بالخصوص الجلفة والبيض حيث لن تتعدى 19 درجة 28 درجة منتظرة بشمال الصحراء والواحد 30 درجة ببشار بجانات 33 درجة بـ 8 رأس 37 درجة بتندوف وأدرار وتبقى تقارب 40 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب فيما يخص الملاحة والصيد البحري اليوم الغد سيكون قليل الاتراب إلى مطرب نحو السواحل الغربية الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الغربية ضمن تيرات جنوبية شرقية أو جنوبية غربية تدور إلى شمالية شرقية نحو أقصى سواحل الغربية